اليوم ديفير اللي حكي عنه بدأ بدراسة العزف على البيانو في التاسعة من عمره ثم انتسب إلى المعهد الوطني العالي للموسيقى وتخصص في الغناء الأوبرالي باللغة الغربية تعمق في فن الموشحات والغناء الشرقي والغربي وحزى على ديبلوم الدراسات العليا في الفن الدرامي مايك ماسي شاب وجد لنفسه نمطا غنائيا دفاعيا إذا صح التعبير وبقدر ما هو غاضب على العنف الإنساني في العالم اليوم أطلق صرخة من الدفء تدعى موسيقى الحب دعوة منه للتغيير موسيقى 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 صباح الخير مايك صباح النور اليوم كنت أنا مراهنة أنه صباحي هيك اليوم خفيف الظل ولطيف جدا مثل أغانيك لما بلشت اسمعك مايك كنت عم حس أنه أنت في إلك نفس خاص بقدر ما أنت مغرق في اللبنانية بشوفك تشبه كثير أيضا النفس الغربي كيف كنت قادر تعمل هذا التوازن ما بين نمطين مختلفين تماما بعتقد بمطرح من المطارح لما يشبع الإنسان من أو يقتنع يمكن حتى هو من بجذوره بيقدر يعطي أكتر يلي حصل معي هو أنه أنا بمطرح من المطارح بحياتي شبعت شوي من الموسيقى الغربية وحسيت أنه ما رح قدر ضيف علي شيء إلا إذا تعمقت بجذوري هذا يلي صار معي مثل مثل صح والضمير مثل إحساس بالغربة أنا وقاعد بوطني من هيك حسيت أنه الرجوع يمكن لجذوري بمطرح معين رح يساعدني أتأقلم أكتر مع مين أنا مايك اليوم فيه موسيقى جديدة إذا بنقول هي النفس الشبابي الجديد يلي عم بتقدموه ما بيشبهه اللي نحنا كنا عم نسمعه ولا بيشبه إذا بنقول موجة الجديدة من الأغنيات في شيء يسمى بالموسيقى البديلة يمكن أنا بسميه الموسيقى الحقيقية أنه يكون اليوم فيه شاب عم بيجرب أنه يحط مساحة أكبر من الحب بكلماته وبيرفض كل أشكال العنف عبر الموسيقى وبتقول أنك أنت بترفض حتى الشكل الجديد للموسيقى خبرني شوي عن هذا الموضوع أول شيء هاتك أنت متابعة كتير منيح وهاتك شايفتيني يمكن عم بحكي بكذا مقابلة مزبوط فيه موجة عم شوفها هلأ من جديد من الموسيقى ومن الأغاني عنيفة كتير بتشبه العنف يلي عم بيتشجع علينا عم بيشجعوه لمجتمعنا عليها وهذا شيء بيأسفني كتير وبيزعلني بلاقي أنه الغنية أو الموسيقى بشكل عام هي لحتى الواحد يحس أو يتواصل مع سلامه الداخل لا يقدر يفرجي أو لمحيطه هل عم بيحس فيه أو بها السلام منشوف صرنا على الراديو أنا برأيي منسمع أو أغاني بتحكي عن السلام أو أغاني بتحكي عن العنف حتى بالحب في عنف عملاقي أنا ما بأمن بالغنية يمكن يلي بتحرر الأوطان ولا بأمن بالغنية يلي بتحكي عن السلام وبتناشط بالسلام أنا بأمن بالغنية يلي بتعكس داخل الإنسان بالغنية الحقيقية بالموسيقى الحقيقية مثل ما واحد يمكن بدل ما يكتب على الورقة والقلم ويحفظ كيف لازم يكون إنسان جيد أو إنساني مع غيره الأفضل أنه يطبق الإشياء ذات الشيء أنا لقالي بالموسيقى أو بالغنية أما بالشكل الجديد يمكن أنا عطبي على يمكن الناس يلي من حولي أنه بلاقي أنه عند الشباب في عنا أو ميول لنوع تجاري من الموسيقى يلي هم مش عايب التجارة مش عايب لأنه هيدا مهنة أنا بعتبر دايما أنه موسيقتي مهنة كمان وأنا رفضت أنه أسمى بالموسيقى البديلة لأنه بحب أنه الموسيقى يلي عم بعملها توصل للجمهور من كل الأزواء وهن بيختار ومش نحن بنختار لمين منها نتوجه نحن بنتوجه للكل والناس هي بتختار مين بتحب ومين بتحب تسمع العتب التاني هي على يمكن نقص بالموسيقى العربية أو النفس الشرقي بالموسيقى يام نشوف شباب مثقفين موسيقيا ولكن عم يتوجهوا نحو الموسيقى الغربية يمكن لأنه بتعطيهم مساحة أكبر بالحلم أو بالتعبير عن ذاتهم بطريقة سبنتانيس أو عفوية أكتر بس نحن هذا اللي عم نجرب عم نكسره وعملاقي كمان أكيد فيه آرتست صغيرة عم يجربوا يعملوا هذا الشي يجربوا يوسطوا النفس الشرقي والكلمة العربية بطابع جديد بقلب جديد ونستعمل أو حتى نتعاون حالنا بالموسيقى الغربية يلي بتساعد بطريقة معينة بتطور الموسيقى الشرقية خاصة بهالعصر اللي عم نعيشه لحتى نعبر عن حالنا أكتر طيب مايك خينا ننتقل أنا وياك لحتى نستمع لأحدى أغنياتك من آخر يمكن حفلاتك ونرجع نتحدث أنا وياك أكتر موسيقى 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 من حبنا بائي بتسكت السائي يا طيب وبتمشي مايك تقدم الحب بطريقة فعلا مختلفة الحب صرخة قد ما هو حالة دافية ولكن تقدمه بطريقة صرخة أيضا تقدم وديع الصافي بطريقتك الخاصة هلأ بهاي اللحظة أنا عم بحضر يمكن هذا المزيج الجميل بحسه أقرب كتير للتجريب ولكنه محترف جدا يعني هي ما بعتبرها موسيقى تجربية أكتر ما بعتبر أنه تجارب لإليه يعني أنا شوي بمل من الأشياء يلي ما بحس فيها أني عم بكتشف يوميا اختراع جديد بالموسيقى مشون هيك يمكن بتحسيها تجربية بس هي بالحقيقة منها تجربية هي في كتير ناس سبقوني عليها يمكن يلي شوي ما بشوفه كتير بالعالم العربي خاصة عند الرجال هي أنه يجربوا أنه يكونوا كمانا برفورمر أي مؤدة مش بس مغنية يعني أنا بحب أكتب موسيقتي بحب أديها وبحب أمثلها بكول ممثل بدي أقول لك أنه كان فيه استعراض كان فيه حالة من الاستعراض على المفرح بالإضافة إلى الغناء صحيح لا بجرب دايما أنه ما يكون الاستعراض بيغلب على الموسيقى على الموسيقى بالعرض ولكن دايما فيه قالب صغير بيبين هالناحية اللي فيه اللي بتشبهني بالحقيقة وما بقدر اتغاضع عنها يعني ما قدرت ولا مرة أفصل قول أنا بس موسيقية أو أنا بس مغنية أو أنا بس مؤلف موسيقي أو أنا يعني أنا بعتبر أنه هاي الأشياء كلها بتكون خلال واحد أو حالة واحدة شخصية موجودة فيه لح أقدر لح صح لح أقدر عبر عن يلي جوتي ووصله طيب خلنا نرجع نسمع كمان هاي الأغنية لألك مايك ورح نرجع لك ترجمة نانسي قنقر شه الجمال يا مايك شكرا لهذا الصباح الجميل بالفعل فيه شي خاص يمكن أنا عم بستعرض هاي الموسيقى الحلوة الأغاني الاستعراض الجميل مايك أنت اللي بتكتب أغانيك وأنت اللي بتلحنها هل يجب دائما هذا النوع من الموسيقى أنه يكون دائما يلي بقدمه هو اللي بيكتبه لأنه بتشبهه أكتر بمعنى أنه ما حدا بيقدر يقدم لك أو يكتب لك ويلحن لك متل ما أنت بتحس من الداخل؟ أول شي بحب وضح أنه بأغلبية الأوقات أنا يلي بيكتب أغانية ولكن بمطارح كتير أنا بستعين بأشخاص بيفهموني بحبوني وبيشبهوني ليقدروا يعبروا عن لساني وقت أنا لساني بيعجز عن التعبير بيساعدوني لحتى يكملوا أفكاري بيكتبوا يلي أنا عم حسوا فحتى بألبومي الموسيقى الأول كان فيه أشخاص ساعدوني حتى يكتبوا بعتذر أنه ما رح قدر أسمي الكل وحتى هلأ بالأعمال الجديدة يلي رح يكون فيها خاصة العمل الجديد يلي عم بيشتغل عليه مع ساري وعيات خليفة يلي بيكون عمهم الأستاذ الكبير مرسار خليفة موجه لهم تحية كلهم لآل خليفة بالمجمل عم حضر معهم عمل أنا ما عم بكتب ولا نص من هالنصوص ونصوص بالفصحة هيدا كمان نوع تجربة جديدة لإلي وحتى بالألبوم البوب 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 يلي عم بيشتغلوا يلي فيه دايما مزيج من هالجاز ومن هالوريينتل ومن هالباراك كمان رح يكون فيه يمكن نصوص مش لإلي وخاصة حتى إشيا بالإنجليزي وبالفرنسي رح تجي لاحقا لا أنا بستعين بغيري بس المهم أنه هالنصوص يلي بيشتغل عليها أنا ما بأيمن بفكرة الشوپينغ أو التسوق في الأغاني يعني منروح ومنشوف وين فيه نص بيعجبنا أو غنية بتعجبنا منشتريها ومنغنية بلاقي أنه هالقصة شوي يعني مش أنبا باحترم يعني أكيد للأزواء بس ببتشبهني وما بتقدر تعبر عني اللي أنا بدي أقوله بفضل أنه تكون عمل فيه هالأشخاص مع بعضهم عم يشتغلوا إن كان باللحن أو بالكلمة أو بأي شي أما أما بحس أنه إذا مش أنا كتبت غنيتي مش أنا لحنتها أو كنت مشارك فيها بمطرح معين ما بقدر أديها لأنه لازم أقربها لحالي وحتى لما نعيد أغاني معروفة لازم عيدهم بطريقة أنا بتشبهني بالتوزيع الموسيقي بتقريقة الأداء والغناء مايك رح ننتقل نسمع مقطع صغير نغير لون عيونك ورح أرجع لك لحتى أنهي الحوار صاروا شهرين وكم يوم أنا وياك ما عم نقدر نوصل على ولا شي بعرف إنه صار لازم إنساء بس لون عيونك بيذكرني فيك غير لون عيونك مايك حتى شكل الغنية لما بتقدمها مختلف باختصار هل تتدخل أيضاً في طريقة الكليب أو تصوير الأغنية؟ لون عيونك أكيد أكيد هذه كمان ناحية فيي شوي يمكن أنا بقولون أنا شوي بحب متملك يمكن وبخاف كتير على شغلي أنا بتدخل للحقيقة وبصراحة بتدخل كتير بإخراج الفيديوز يلي بعملون وبحس إنه هيدا الشي ما بيزعج هالأشخاص يلي عم بتعاون معهم المخرجين أو الأنيميترز أو للأسف الشديد ما كتيري كان معنا وقت لنكون أكتر من هيك مع بعض بس أنا بوعد الناس أنه تكون موجود أنت معنا في لقاء مطول جداً